في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي ممكن ترفع جودة اي فيديو من اي جودة لحد او ايد كي بضغطة زر باستخدام الزكاة الاصطناعي كمان ازاي تصلح اي فيديو فيه نغبشة او فيه ضوضاء او لو عندك فيديو وعايز تصلحه برضو وتقدر تعمل كده او لو عندك فيديو جودته قديمة وعايز تحسن الجودة بتاعته تقدر تستخدم برضو البرنامج ده خلينا نشوف كل التفاصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم انا احمد ودي قناة نسط المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة اكد ان انت عمل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد وفي الفيديو ده هنتعرف على برنامج هاتبو فيديو انهانكر المدعوم بالزكاة الاصطناعي اللي تقدر تستخدمه في رافع جودة الفيديوهات لحد فور كي باستخدام الزكاة الاصطناعي كمان تحسين جودة الفيديوهات لو الفيديو فيه اي نجابشة او فيه اي مشكلة لو الفيديو كمان مش شغال كمان بعض الخصائص المدعومة بالزكاة الاصطناعي كل عليك عشان تستخدمه تقدر استخدمه على ماك او ويندوز وموجود في مايكروسوفت ستور كمان موجود في ابل ستور كل عليك هتضغط على هيبدأ يحمل معك البرنامج فور تحميل البرنامج كل عليك هتضغط عليه عشان يبدأ عملية التثبيت ومباشرة هتظهر لنا الوجهة دي كل عليك هتحدد الخرده بعد كده تضغط على كلمة انستور هيبدأ يحمل الملفات ويفتح معنا البرنامج وهنتابع مع بعض ازاي نستخدمه بعد تحميل البرنامج وتثبيته هتظهر لك الوجهة دي تقدر تحسن اي فيديو عندك تحسن الجودة بتاعته كمان تقدر تستخدم خصائص تانية زي ازالة خلفية الفيديو او استبدال سماء الفيديو يعني لو عندك فيديو فيه سماء تقدر تغير السماء والنسختين دول لسه بيتا كمان في خاصية استرجاع الفيديو خلالو نجرب ازاي ممكن نحسن جودة الفيديو الخاص بنا على سبيل المسال عندنا الفيديو ده زي ما هتركوا شايفين دي جودة الفيديو يعني الجودة ضعيفة جدا او فيها هنحاول نشيلها من خلال هنا نختار نموذج الوجه ونحدد شحز او تنعيم او تسريع على حسب الفيديو بتاعك فيه مشكلة ايه فهنا هنختار شحز تمام هي طبعا الترجمة حرفية ممكن انت تستخدم اللغة الانجليزية لو انت حابب كمان تقدر تعدل على حاجات تانية زي نموذج عام لتقليل الضوضاء لو فيه الفيديو حاجات كتيرة ممكن تختار الوضع اللي انت عايزت تختاره يعني على حسب المشكلة اللي عندك في الفيديو فنختار هنا توازن ممكن تختار جودة عشان يديك احسن جودة او ممكن تختار سريع عشان يديك نتيجة بشكل سريع ما ياخدش وقت طويل في عندنا كمان نموذج لو انت بتعمل فيديوهات هتختار الخيار ده بننزل لتحت كمان بتقول له انت عايز تعمل تصدير للفيديو ده بعد ما يتم اصلاحه بجودة ايه ممكن تختار لحد موجود الف وتمانين طبعا سبعمائة عشرين واي حاجة تانية فاحنا هنختار اعلى جودة وهي كمان هنا الخيار اللي بعد منه هو ممكن تحدد معين لكل الثانية على حسب مسلا فيه لحد الفين كيلو بايت احنا نسيبها تلقائي هو يزبطها بشكل تلقائي الخيار اللي بعد كده هو التنسيق لو انت عايز تحفظ الفيديو بالجودات مختلفة تقدر تحفظه طبعا اشهر جودة وهي في هنسيبه زي ما هو الخيار اللي بعد كده وهو مكان الحفز لو عايز تحفظ في اي مكان تقدر تختار تصفح وحدد مجلد وتحدد المكان اللي انت عاوز تحفظ فيه بعد كده كل اللي عليك هو الضغط على كلمة تصدير كمان ممكن تعمل قطع طول الفيديو عشان تأثر الفيديو لو انت عايز تقص منه جزء معين لو انت حابب تقص منه جزء معين بعد كده هنضغط على كلمة تصدير وننتظر لحد ما يتم معالجة الفيديو بتاعنا وتصديره بجودة وإزالة طبعا الشحز اللي فيه او النغباشة اللي ظهرها في الفيديو طبعا عملية ممكن تاخد وقت عندك على حسب الجهاز بتاعك بتختلف من جهاز للتاني فما تقلاش من اي حاجة كل عليك هو الانتظار لحد ما تتم عملية للفيديو الفيديو ده فيديو خمس ثواني فاحنا هيخلص بسرعين هلأ الفيديو نزل عندنا طبعا وتم اصلاحه بدون اي مشاكل لو عملنا رجوع مرة تانية هنقول له حسنا ممكن نجرب الفيديوهات الانيمي هو اعطلنا هنا مثال لو ضغطنا عليه ومحدد هو تلقائيا نموذج وهي اي فيديوهات تقدر تعدل عليها وتحسنها بدون اي مشاكل باستخدام نفس الخاصية وتقدر تعدل عن نفس كل حاجة بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها في اول الفيديو بعد الانتهاء من الحاجات ده كلها كل اللي عليك هو تضغط على كلمة تصدير وننتظر برضو لحد ما يعمل لملف الفيديو ونستنى بعد ما يحسن جودة الفيديو بعد الانتهاء تلاقي الفيديو تحفظ عندنا وظهر لها بالشكل طبعا جودته اتحسنت بشكل كبير وبقت الوانه افضل تقدر تستخدم نفس الخاصية عشان تعدل اي فيديوهات انيمي عندك او تعدل اي فيديوهات عموما عندك دي طبعا الجودة الاصلية وبعد كده بعد ما استخدمنا البرنامج زي ما حضركم شايفين دي بقية الجودة بعد استخدام البرنامج طبعا فرق جودة رهيب جدا وتقدر تجربه بنفسك وتشوف الفرق وبس كده ممكن نرجع تاني للصفحة الرئيسية وتجرب بقى الخاص التانية زي مثلا ازالة خلفية الفيديو لو ضغطت عليها ترفع اي فيديو هيشيل لك الخلفية بتاعته على سبيل المثال عندنا فيديو زي ده عايزين نشيل الخلفية بتاعته ممكن تضغط على معينة التأثير هنا عشان تشوف هو هيقدر يشيل او يحدد الخلفية بشكل تلقائي ولا لا هتلاقي حدد لنا الخلفيات بشكل تلقائي ويقدر يحزف الخلفية من على اي فيديو زي ما حضركم شايفين ده الفيديو او هيكون كده بعد ما نعمله تصدير كمان لو انت عندك الخلفية بشكل معين ممكن تحدد الالوان كمان ممكن تحدد اي لون معين يكون فيه ظهر الفيديو على مسلا لو اخترنا لون اخضر هتكون خلفيته اخضر كده او احمر او اي لون كمان ممكن ترفع اي صورة وتحددها في الخلفية بتاعت الشخص ده وهتضغف مكان خلفية الديو الاسية كمان في خيار تمس الخلفية اللي هو يعمل ضبابة يعني على الخلفية وفي خيار اختفز بالشفافية اللي هي تبقى من غير خلفية يعني. بعدك هتقول اللي عليك هتضغط على كلمة التصدير عشان تحفظ الفيديو. ولا انتظر لحد ما تتم معالجة الفيديو ويتم حفظه برضو في نفس المكان اللي احنا حددناه في اول الفيديو. قرر الانتهاء يظهر لك تم التصدير لو ضغطنا على فتح الملف. هنلاقي الفيديو نزل عندنا بدون خلفية وهو ازال خلفية الفيديو زي ما حترككم شايفين. طبعا كنتوا تقدر تحدد اي لون وتضيفه لو انت حابب. حلنا نجرب على فيديو تاني كده عندنا الفيديو ده. زي ما حترككم شايفين برضو نفس الخلفية نحدد احتفظ بالشفافية عشان نشيل الخلفية. وبعد كده ممكن تحدد لون برضو يكون في خلفية لو انت حابب. ممكن نضغط على معاينة التأثير عشان نشوف البرنامج هلا هيقدر يشيل الخلفية او لا. قبل ما انت هتعمل تصدير عشان ما يزهرش معك اي خطر. لا انا هيقدر يشيل الخلفية. كل عليك بعد كده هتضغط على كلمة تصدير مرة تانية. وممكن تضغط على اعدادات التصدير هنا وتحدد المكان اللي انت عايزه يحفظ فيه الفيديو. لو رحنا على الخيار رقم تلاتة وهو استبدال سماء الفيديو. لو انت عايز تحط اي سماء انت بتشوف طبعا فيديوهات زي دي على التيك توك كتير. لو مشايلين السماء وحطين اي سماء تانية. خلانا نشوف مثلا وليكن الفيديو ده. هو بيديك طبعا بعض الخيارات بيعلمك. ممكن تعمل ايه? هنضغط على حسنا. ده الفيديو عندنا زي ما هتركه شايفين. عايزين نغير السماء دي ونضيف اي سماء تانية هو ضيف لك نمازج كتيرة جدا للسماء تقدر تضيفها. لو انت عندك صورة ممكن تستخدمها برضو. لو انت عندك صورة لسماء معينة عايز تضيفها تقدر تضغط هنا وترفع خلفية السماء اللي انت عايزه يضيفها سواء كانت صورة او فيديو. هو اعطيك بعض النمازج ممكن تستخدمها وممكن كمان ترفع اي صورة انت عاوزها. على سبيل المثال انا استخدم العينة دي او ممكن استخدم عينة الفيديو دي مسلا او دي او دي على حسب انت شايف انهي انسب. بعد كده كل اللي علي هضغط على معينة التأثير هنا عشان يوريني هيبقى الفيديو قبل والفيديو بعد عشان هشوف هل هينفع سير اللي انا اخترته ده ولا هيغير الفيديو ويبوزه مني. زي ما حضركم شايفين ده هيكون شكل الفيديو. تقدر تعمل تصدير بعد كده وتحفظه. ممكن اشوف شكل تاني لو اخترت الشكل ده مسلا. واختار على معينة التأثير هلاقيت شكل الفيديو هيكون بالشكل ده. طبعا تقدر تشغل الفيديو وتشوف شكله هيبقى عامل ازاي. لو لقيت الفيديو تمام مقول عليك هتضغط على كلمة التصدير هنا. وننتظر لحد ما يعمل لفيديو ويحفظه عندنا. وورو الانتهاء تضغط هنا عشان يفتح لك مكان الفيديو ممكن نشغله. هللا الفيديو عندنا بقى في السماء الجديدة اللي هو اضفنا على الفيديو طبعا شكلها جميل جدا. تقدر استخدم الفيديو بنفس الطريقة. لو ضغطنا على استرجاع الفيديو هتلاقي فيه خواص كتير جدا تقدر تستخدمها. لو انت عندك اي مشكلة في اي فيديو هو ممكن يصلى حالك. زي مسلا هو عطيك بعض المشاكل. الفيديو ما برضاش يشتغل. الفيديو فيه. فقدان في الصور الفيديو. خلل في الالوان. الصوت مش شغال. تصفح الفيديو. وعلى اي حال انا بستخدم الاصدار المدفوع من البرنامج تقدر تستخدمه لو انت حابب طبعا. هو مدعوم بالزكاة الاصطناعي. والخاص بتاعته تقدر تشوفها على الموقع الرسمي الخاص بيهم. وفي النهاية اتمنى انك كنت استفدت من الفيديو. لو استفدت تخليش على بلايك واشتراك. كان معك احمد من قناة منستل المعلوميات. وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستل المعلوميات. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة